ولمتابعة أقرب حول سير العملية الانتخابية في تركيا تنضم إلينا من أسطنبول ليندا عبداللطيف مفادة القاهرة الإخبارية إلى هناك مرحبا بكي ليندا أسطنبول واحدة من المدن التي ترحل إليها أنظار الجميع من محللين وأيضا من أنصار المرشحين كونها الخزان الانتخابي الأكبر في البلاد قبل أقل من ساعتين على إغلاق سنضيق الاقتراع كيف يبدو سير العملية الانتخابية كما ذكرت دينا يعني إسطنبول يوجد بها أعلى كتلة تصويتية في تركيا ويوجد بها 18% من إجمالية سكان تركيا يعني هناك منافسة شرسة بين كلا المرشحين سواء مرشح الأمة كمالك لتشدار أغلو أو الرئيس المنتهي وولاياته مرشح حلف الشعب أو المعروف بحلف الجمهور رجب طيب أردوغان منذ بدء وفتح سنضيق الاقتراع كان هناك توافد مستمر للأشخاص والأتراك والمواطنين من جميع فئات المجتمع ومن كافة الأعمار حتى مع سقوط الأمطار كان هناك توافد مستمر حتى وقتنا الحالي الجدير بالذكرى أنه منذ عدة ساعات قام الرئيس المنتهي وولاياته رجب طيب أردوغان بالإدلاء بصوته في مدينة اسطنبول وكمالك لتشدار أغلو قام بالتصويت في أنقرة كان هناك تصريحات لكلا المرشحين رجب طيب أردوغان قال أن هناك نسبة مرتفعة في المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتوقع أن تقوم عملية التصويت بكل يسر وكان هناك أيضا تصريحات لرجب طيب أردوغان حث فيها المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات وأكد على أهمية هذه الانتخابات في كونها دليل على الديمقراطية في تركيا على الجانب الآخر كمالك لتشدار أغلو تحدث عن أو دعا المواطنين للمشاركة من أجل ديمقراطية حقيقية على حد وصفه كما قال أن إذا فاز برئاسة سيكون هناك مبلغ شهري مقدم للعائلات الأكثر احتياجا ودعا الجميع لحماية صناديق الاقتراع فور تصريحات والإدلاء بصوته قام رجب طيب أردوغان بزيارة قبر والديه ودعيني أقول لك أن كانت هناك تيسيرات عديدة لضمان سير عملية الانتخابات ولضمان نسبة من المشاركة أكثر في هذه الجولة على سبيل المثال كان هناك تصريحات رسمية بحسب صحيفة جمهورية المعارضة التركية التي قالت عن هذه وتحدثت عن هذه التيسيرات والتي شملت تيسير الأمور بالنسبة للمواطنين الذين لديهم بعض المشاكل في البطاقة الشخصية كمثلا لو هي ضيعة على سبيل المثال على جانب آخر أيضا كان هناك تيسيرات من نوع آخر كانت هناك صناديق اقتراع ذهبت إلى منازل بعض المواطنين المرضى بالشلل وذوي الهمم نعم ليندا طيب على ذكر النقطة التي تفضلت بالإشارة إليها من تصريحات كامال كليكتشدار أوغلو حين تحدث عن دعوته للمواطنين لحماية الصناديق وبالتالي تخوفه من أنه يمكن أن يكون هناك تلاعب بشكل أو بآخر هل من خلال متابعتك رصدت ما يدعو لحماية الصناديق بالفعل؟ هل كانت هناك أي مؤشرات؟ أي حوادث حتى ولو بسيطة؟ بحسب المصادر الرسمية لا يوجد أي خروقات حتى الآن في أي من صناديق الاقتراع في تركيا بشكل عام وفي إسطنبول بشكل خاص ولكن هذه التصريحات متوقعة من منافس قوي لرجب طيب أردوغان بشكرك شكرا جزيلا ليندا عبداللطيف مفادة القاهرة الإخبارية كنت معنا من إسطنبول